وصل الى العاصمة النمسوية فيينا يوم التسع عشر من شهر مايو الجاري قدست البابا توضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية يرافقه القص انجلوس اسحاق سكرتير قدسته في مستهد زيارته للكنيسة القطية بالنمسا كان في استقبال قدسته بالمطار السفير خالد شامعة سفير مصر بالنمسا واعضاء السفرة واصحاب انيافة الانبا كيرولوس موتران ميلانو ونائب البابوي لقارة اوروبا الانبا بيمن اسقف قوس ونقادة والانبا جابريل اسقف النمسا الانبا بكير اسقف الدول الاسكندرنذية والانبا مارك الاسقف العام لباريس وشمال فرنسا ولفيف من الاباء الرهبان والكهنة ومن الجالية القطية بالنمسا اسحاق يونان تابع في زيارة رعوية الى النمسا وصل قدست البابا المعظم الانبا توضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية الى مطار العاصمة النمساوية فينا وذلك عصر يوم الخميس التاسع عشر من شهر مايو الجاري وكان في استقبال قدسته نيافة الانبا كيرلوس موتران ميلانو والنائب البابوي باوروبا ونيافة الانبا جابريل اسقف النمسا ونيافة الانبا ابا كير اسقف الدول الاسكندنافية ونيافة الانبا مارك اسقف باريس وكان قادما مع قدسته من القاهرة نيافة الانبا بيمين اسقف نقاضة وقوس كما كان في استقبال قدسته ايضا بمطار فيرنا الدولي السفير خالد شامعة سفير مصر بالنمسا بسعد ان احنا نيجي هنا نتقابل ويا السيد السفير ويا اسقف النمسا ويا الاباء الاحباء والاخوة والارخنة وبتبقى فرصة جميلة ان احنا يعني نجدد الصداقة والمحبة وطبعا بعض الزيارات الرعوية وبعض الزيارات الصحية وكفاءة ان احنا نشوف الوجوه الحلوة دي زي ما قدست البابا قال هي مش اول زيارة وبالتأكيد قدست البابا بيشرفتنا جميعا ان اهو كل الجالية المصرية في النمسا واحنا في السفارة كذلك بنتشرف جدا بدايما بزيارة قدسته لنا في النمسا وبنتمنى له دائما كل خير وتوفيق احنا كلنا بنفرح من كل الهلب وبنشعر كده ان ابونا الرعي الكبير بيفتقدنا كلنا وكلنا بنتجمع نسمع نصايحه ونعرض عليه المشاكل اللي عندنا وبنسمع صوت ربنا منه اجمل خبر نسمعه ان سيدنا البابا جاي النمسا في كل السانة يعني بنفرح والكناز بتتعمر وربنا بيبعتها قدام سيدنا دايما اخبار حلوة يعني حضر سيدنا هو باركة الكنيسة في النمسا باركة لكل اوروبا لكن احنا كل مرة سيدنا يجي هو سبب فرح يعني والسنة اللي فاتت من سنة سيدنا باركة الكنيسة تال خمستاشر حضوره ثبت الخبر نحن نغضي الكنيسة وانعرف ان احنا اخذنا الكنيسة هدية دي عشان سيدنا البابا وفور وصول قدسته ادل بتصرحات لقناة سي تي في ان لهذه الزيارة اكثر من هدف منها انها زيارة رعوية لتفاقد الشعب والكنيسة بالنمسا والسبب الابرز في هذه الزيارة هو تتشين مزبح كنيسة العزراء المنتصرة ورئيس الملائكة الجليل ميخايل كما صرح قدسته ايضا انه سيقوم ببعض الفحوص الطبية بالنمسا وخلال اللقاء اعرب السفير المصري بالنمسا عن سعادته البالغة بزيارة قداسة البابا واكد ان زيارة قداسة البابا للنمسا دائما ما يفرح بها الجميع زيارة رعوية جديدة لقداسة البابا الى النمسا تبشر بوجود فرحة كبيرة بين كل المصريين الموجودين هنا من مطار فيينا اسحاء يونان سي تي في في اولى انشطته الرعوية بالنمسا دشن قداسة البابا طوضروس الثاني يوم العشرين من شهر مايو الجاري كاتد رئية القديسة العدراء المنتصرة ورئيس الملائكة الجليل مخائيل بيفين اعقبها صلاة القداس شارك في صلوات التتشين والقداس الاحبار الاجلاء اصحاب النيافة الانبا كيرولوس موتران ميلانو النائب البابوي لاوروبا الانبا بيمين اثقف نقادة وقوس الانبا ابا كير اثقف العام للدول الاسكندرانية والانبا جابريل اثقف النمسا والانبا ماركا الاثقف العام لباريس وشمال فرنسا يذكر ان هذه الكاتد رئية مهدى من رئيس اثقفة النمسا الكاردنال شونبورل اسحاق ينان تابع هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه في صباح يوم الجمعة العشرون من شهر مايو الجاري ووسط فرحة كبيرة من الاباء وكل شعب قام قدسة البابا بتاتشين المذبح القشبية بكنيسة العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة الجليل مخايل بوسط فين وشارك في صلوات تاتشين هو القدس الالهية نيافة الانبا كيرلوس مطران ميلانو والنائب الباباوي باوروبا ونيافة الانبا جابريل اسقف النمسا وعدد كبير من الاباء الاحبار الاجلاء حبة كبيرة من كنيسة كاتوليكية ومن نيافة الكاردنال شونبورل بمحبته وصدقته وقلبه المتسع وانه يقدم هذه الكنيسة الجميلة جدا جميلة من الخارج وتعتبر تحفة معمرية رائعة وايضا تعتبر من الداخل تصميم هندسي رائع رغم ان عمرها حوالي 140 سنة لكن محتفظة برونقها وبجمالها والصيانة اللي فيها الجميلة والنهاردة دشنا مسبح خشبي باسم العدرة المنتصرة اللي هو اسم الكنيسة واضفنا عليه الملاك الجليل مخايل باعتبار تسكارو النهاردة 12 بشانس احنا نشكر الكاردنال اللي قدم الكاتدرائية كبيرة وفرحانين ان قدس البابا النهاردة دشن المسبح الخشبي زي ما اسمعته في العزة وعلى التقس الارثودوكسي وكلنا مبروكين ان يكون الله حاضر كل يوم في بيته واحنا بنتعزى ونتغزى بعمل ربنا دايما في كنيسته وخلال العزة تحدث قدسة البابا عن المحبة وان هذه الكنيسة الجميلة هي صورة من صور المحبة الحقيقية فقد اهدتها الكنيسة الكاثولوكية بمحبة بالغة الى الكنيسة القبطية الارثودوكسية احنا فرحانين كتير يعني النمسا كلها وشعب بينا بالذات ان قدس البابا موجود عندنا وبيداشن كنيست العادرة والملك مخايل والنهاردة كل الشعب فرحان ودي هدية من عند ربنا الكنيسة جميلة بقى لها 140 سنة ومن جواها جميلة جدا يعني واحنا فرحانين فرحانين فرح مش معاول يعني والتعب الانبا جابرييل انه هو الكنيسة دي جات هدية من الكنيسة الكاثولوكية كان فيه يعني اتعب كتير ولان كان فيه كنيس تانية كانت عايزة تاخد الكنيسة دي لكن ربنا ضبا الكنيسة تكون اللي نحن تبقى الكنيسة ابطية ارتوزوكسية في فيينا بهذا الجمال وهذا المعمار اللي موجود داخلها يعني فرحة كبيرة جدا 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 خصوصا انها كنيسة كبيرة واسرية يعني ارتفعها 40 متر حاجة جميلة وبقالها 140 سنة طراص زي كنيس روما زي كنيس روما فعلا اللي هو التراص المعماري الجميل واكد الجميع ان كل زيارة قداسة البابا تحظى باهتمام وفرح من الجميع بحضور قداسة البابا توضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية والكاردنال شامبورن رئيس اساقفة النمسا نظمت الكنيسة الارثوذكسية بالنمسا يوم العشرين من شهر مايو الجاري احتفالي كبرى بمناسبة تسليم الكنيسة الكاثوليكية النمساوية كاتدرائية العذراء المنتصرة لكنيستنا القبطية كان الكاردنال شامبورن رئيس اساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا قد قرر اهداء الكنيسة القبطية بالنمسا هذه الكاتدرائية التي تقع في قلب العاصمة في سياق علاقات المحبة التي تجمع بين الكنيستين الكاثوليكية والقطية وفي مساء يوم الجمعة العشرون من شهر مايو الجاري اقامت الكنيسة القبطية الارثوذكسية احتفالا كبيرا حضره قدسة البابا المعظم الانبأة ودروسة الثاني بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المارقوسية وجنب الكاردنال شامبورن كاردنال النمسا ونيافة الانبأة جابريل اسقف النمسا يوم باركة كبيرة والكفاية ان سيدنا والستي في تبارك بينا وسيدنا باركنا في بينا النهاردة وبركة كبيرة جدا وكنيسة جميلة ونعمة ما عند ربنا صلولنا كنيسة شكلها طحفة معمرية حتى يعني ما حصلتش في بينا كلها من اجمل الكنيس في بينا او تعتبر تاني كنيسة جميلة جدا في بينا احنا فرحانين جدا بيها فرحانين جدا بزيارة السيدنا طبعا وسيدنا الانبأة كرولوس لان كل الشعب بيحبوا احنا بنقول للشعب القبطي الف الف مبروك لشعب بيانا وشعب النمسا كله واقيم الاحتفال بمناسبة تاتشين مزبح كنيسة العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة الجليل مخائيل بوسط فين هذه الكنيسة الجميلة التي اهدتها الكنيسة الكاثلوكية الى الكنيسة القبطية الارثوزوكسية وخلال الاحتفال قدم الاطفال والشباب عدد من الترانيم الروحية والالحان القبطية احتفالا بهذا الحدث الكبير وخلال كلمة قدسة البابا قدم الشكر للكاردنال شامبرون ولكل اباء الكنيسة الكاثلوكية على هذه المشاعر الطيبة والمحبة البلغة واكد ان هذه المحبة الحقيقية التي تعلمناها من الكتاب المقدس وقدم قدسته الهداية السكرية لكاردنال النمسا كما اكد الكاردنال شامبرون عن سعادته بزيارة قداسة البابا وتتشينه لمسبح الكنيسة وتحدث عن العلاقة القوية والطيبة التي تربط بين الكنيستين فبالحقيقة محبة بلغة تجسدت في اهداء الكنيسة الكاثلوكية لؤلؤة متفردة في الجمال والتميز للكنيسة القبطية الارثوزوكسية وسط فرحة يعجز اللسان عن وصفها اسحق يونان سي تي فيي شهد قداسة البابا طوضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري حفل تخريج اول دفعة من الخدام بابارشية النمسا بعد ان انهو دراستهم بفصول اعداد الخدام اشارق قداسة البابا في كلمته الى اهمية اعداد الخدام لتنشيط ودعم الخدمة بطاقات جديدة وربط الاجيال المتعاقبة بالخدمة حتى يشعر كل احد ان الكنيسة هي بيته حضر الحفل الى جانب اسقف الابارشية نيافة الانباء جابريل صاحبة النيافة الانباء بيمين اسقف نقادا وقوس والانباء مارك الاسقف العام لبانيش تقبل قداسة البابا طوضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري بمقر اقامته بالعاصمة النمسوية فيينا الاستاذ دكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الاسبق الموجود حاليا بالنمسا يذكر ان دكتور عطية الله عمل قبل تعيينه محافظا للفيوم مديرا لمكتب تنشيط السياحة بالنمسا وهو يعمل حاليا استاذا بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوة وسط حضور شعبي كبير ترأس قداسة البابا طوضروس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية صلاة قداس الاحد الثالث من الخمسين المقدسة الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري بكنيسة عذراء الزيتون بالعاصمة النمسوية فيينا والقى قدسته عذة روحية عن فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بعيد القيام المجيد وتنتهي بعيد حلول الروح القدس وبعد انتهاء القداسة الالهي شهد قداسة البابا حفل التربية الكنسية حيث قدم اطفال وفتيان كنيسة عذراء الزيتون بالعاصمة النمسوية فيينا عملا مصريا باللغة القبطية تفاصيل اكثر في هذا التقرير خلال زيارته للنمسا ترأس قداسة البابا المعظم الانبا طوضروس الثاني بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المرقوسية صلوات القدس الالهي صباح يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري وذلك بكنيسة عذراء الزيتون بيذين وسط حضور كبير من الاباء وكل الشعب وشارق قدسته صلوات القدس الالهي نيافة الانبا جابريل اسقف النمسا ونيافة الانبا بيمين اسقف نقادا وقوس ونيافة الانبا مارك اسقف باريس وخلال العزاء قدم قدسة البابا التهنئة للكنيسة القبطية بالنمسا بمناسبة تتشين كنيسة العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة الجليل ميخايل وبعد انتهاء القدس الالهي حضر قدسة البابا الاحتفال الذي اقمته خدمة التربية الكنسية بعذراء الزيتون وقام الاطفال بتقديم عرض مصرحي باللغة القبطية وعدد من الترنيم الروحية والالحان وشجع قدسة البابا الجميع وحرس قدسته على التقاط الصور التذكرية معهم كما اعرب كل الحضور بالكنيسة عن فرحتهم بزيارة قدسة البابا لهم الذي يعتبرونه يوم عيد للكنيسة بالنمسا زيارة مفرحة وغنية بالاحداث اكدت على اهتمام الراعي بالرعية اسحق يونان سي تي في